اهلا بحضراتكم الجديد بعد كل هذا العبث نتكلم على النماذج الناصعة والتجارب الإدارية الرياضية الناجحة واللي لازم الناس تقتدي بيها واللي لازم يبقى فيه نوع من الضوء على مشوار الأبطال هذا الأسبوع تحتافل الدكتورة راني علواني بطلة مصر وأفريقيا في السباحة وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو اللجنة الأولمبية الدولية وعضو مجلس النواب باشماندس بعيد ميلادها بنقول له كل سنة وانطبع دكتورة رانيو ومزيد من التألق والنجاحات إن شاء الله يعني الحقيقة نموذج من المهزج الرائع للمرأة المصرية والبطلة المصرية ومشرفانا في كل مجالات المحلية والإقليمية والدولية وست فريق صحية هي فريق أكتر من حد في الطب نجحة متفوقها وبتحب مهنتها ولها زباينها اللي مش عايزين غيرها في الرياضة عملت اللي محدش غيرها عملوا قابليها في العمل العام حتى العمل العام وبعدين على المستوى الدولي كوجهة مشرفة سواء على اللجنة الليومبية الدولية أو حتى في مجلس درطة النادي الأهلي حاجة رائعة يعني ياريت كون عندنا 10-15 رانيا واستمرارها حتى في مشوار النجاح بعد السباحة يعني رانيا علواني عملت أرقام أفريقية كبيرة جدا وعملت بطولات في البحر المتوسط واثنين دهب في 97 ما شاء الله يعني كانت صائد الدهب البحر المتوسط فعلا استمرارها في هذا النجاح بعد كده هو ده النموذج يا جماعة ده نموذج المرأة المصرية اللي متعلمة كويس قوي النجحة كويس جدا اللي طموحة باستمرار لأن انتو لما تشوفوا ما يبقى فيه طموح رياضي يوصل صاحبه إنه يبقى عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية ده مسألة قيمة النجاح والتواهج الإداري لما تبقى تنال في كل مرة تقدم نفسها للجمعية العمومية اللي ناديها النادي الأهلي اللي هي فيه أبا عن جد تحوز سيقة الجمعية العمومية باستمرار ده قيمة نجاحها داخل النادي لما يكون فيه مجتمعها المصري تبقى عضو مجلس نواب ليها دور ولها حضور ولها رأي أنا أعتقد هذا التنوع في هذه المجالات النجحة تستحق معها راني علواني كل التهاني ومزيد من التألق والنجاح في عيد ميلادها إن شاء الله بس ليه حكاية شهر اكتوبر ده شهر العظماء فكرة القدم يعني طب راني علواني